اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلد الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ الشكر والتقدير على ما لقيته أنا والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارتنا الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي نكون لها كل الحب والاعتزاز في قلوبنا متمنيين للدولة الشقيقة وقيادتها وشعبها الشقيق دوام النماء والازدهار وانتهز هذه الفرصة لأشيد بما وصلت إليه علاقتنا المشتركة من مستويات متميزة على كافة الأصعدة بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها هذه العلاقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وأخي صاحب السموش خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله وما تولونه سموكم حفظكم الله من اهتمام بتعزيزها على كافة المستويات كان آخرها ما تم من نتائج مميزة خلال زيارتنا من اتفاقيات تصب في تطوير التعاون المشترك وما لمسناه من سموكم العزيز من رغبة صادقة نحو تلسيخ العلاقات بين بلدين الشقيقين في شتى المجلة داعينا الله أن يوفقنا جميعا في تحقيق التطلعات المشتركة وأن يوفق خطانا لمزيدا من التطور والنماء ودمتم سموكم سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر